بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنانا طلاب المرحلة الثانية وإن شاء الله نرى معنا قصتنا Great Expectations أو الأمال العظمى لتشارلز ديكنز أو لكاتبنا العظيمة شارلز ديكنز تعالوا ما بقال نتعرف عندنا الطفل باب طفل يتيم فقير بيعيش مع أخته اللي هي ميسيز جو وزوجها وطبعا ميسيز جو ديتي طبعا حادث الطبع وزوجها رجل طيب عطوف معه دايما بيدافع عن البطل بتاعنا اللي هو مين اللي هو باب طبعا السيدة دي حادث طبعا نبدأ كده من قصة من البداية وإحنا معنا الطفل باب وهو زاهب لقبر والديه اللي هو مامته ووالده وأثناء ما كان فيه زيارة والديه بعد ما انتهى من الزيارة وهو راجع تقابل مع رجل طبعا سجين هارب وطبعا أمسك بيه الطفل باب ويحاول يتفقد الطفل فوجد معه قطعة من الخبز أكلها وطبعا أشرله على أن والديه توفهم فطبعا الراجل سأله عن اسمه فطبعا قال له باب وقال له أنا بعيش مع أختي اللي هي زوجة الحداد قال له حداد طيب قلني الحداد ده طبعا عنده مبرد طب هاتلي المبرد بتاعه وهاتلي أكل وانت جاي وإلا هاتديك لصحبي اللي بيأكل الأطفال الصغير فطبعا باب جرى بسرعة ويرجع على المنزل طبعا خائف من السجين وطبعا في أثناء عودة بيب قبلته مين قبلته أخته لأنه تأخر عليها فبيحاول يستخبأ منها طبعا أمسك بيه وفي أثناء ما هي بتضربه طبعا مستر جو زعلان عشانه وطبعا هيمسكه منها وبيحاول يدافع عنه ولكن طبعا هي طبعا شديدة وقصية وقالت له أنت كنت مفروض تحصل إخواتك اللي ماتوا اتكلم عن الشخص أو السجناء وإزاي هما بيهربوا من السجن ولكن السيدة زعلان من تصرفاتها معاه وأثناء الليل تذكر بيب كلام الرجل أنه لو ما أحضرش المبرد والطعام فسوف يبعت له الشخص أو الرجل اللي بيأكله الأطفال الصغر فطبعا بيبقى أثناء الليل قبل النهار ما يطلع كده وراح يجيب الطعام فوجد فطيرة طبعا بيقول لك أختي دي ناس ياها فعلى جنب كده خدها ومشاء وراح على الحجرة أو ورشة الحداد وأخذ منها مبرد وطبعا أسرع بالعودة إلى المقابر مرة أخرى لمين؟ للشخص السجين التفت لقى أو قبل واحد طبعا مش الشخص اللي قبل ولكن شخص آخر فطبعا الرجل جرى منه ولكن بيبقى بحث عن السجين اللي طلب منه المبرد والطعام طبعا الرجل بسرعة أمسك بيه حد شافك قال له لأ طبعا محدش شافني قال له جبت طعام قال له أيوة جبت الشراب أيوة نقضع الأكل بيأكله بسرعة طبعا بيبقى خايف منه والرجل بدأ يفك فيه الكلبشات بالمبرد وأثناء الكلام ده كله بيبرجى على المنزل وجد أن الأقارب عنده في الكريسماس مع زمين طب هيبحثوا عن مين عنده طبعا عم زوجته اللي هو مستر بامبلشوك بيحب في طيرة اللح سهبت السيدة اللي هي مستر جو تبحث عن في طيرة اللح لم تجدها في أثناء كده عمك مين عمين بيبقى منه عن الكرسي وجاي يخرج لأ مين لأ رجال الشرطة حلبة طبعا بيسأله عن الحداد عشان يصلح الكلبشات اللي السجناء طبعا هربون من خلالها فطبعا بيب استغل الفرصة دي وينسوا موضوع الفطيرة وانطلق هو وجوه مع رجال الشرطة واستأذنوا إنهم يبحثوا مين يبحثوا عن السجناء معهم وفي أثناء بحثهم عن السجناء سمعوا أصوات في أثناء قبض رجال الشرطة على السجناء فطبعا بيبقى امطلق وجرى معهم وعايزين نعرف إلا يحصل فيه تشابتر تو عشان يقبنوا على السجناء ومن هنا وصلنا لنهاية تشابتر تو طبعا زي ما احنا شايفين المستنقعات والطين السجناء بيجروا فيه وهم مقيدين أو مسلسلين بالأغلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عزاني الطلبة طلاب المرحلة الإبتدائية معنا قناة سبحان الله الحياة حلوة هتعرض دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بالإبتدائي بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية قناة علي جودة هتعرض بالنسبة لصف الأول والثاني والثالث الإعدادية اللغة الإنجليزية بسم الله الرحلة السنوية قناة سر التفوق والنجاع بالصف الأول والثاني والثالث السنوي ومننساش كلنا نعمل سبسكورايب واشتراك لو مكناش مشتركين عشان يوصل لكل كده والسلام عليكم ورحمة الله